أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة أيها الأخوات ورحمة الله وبركاته وتقبل الله تعالى صيامكم وقيامكم وتلاوتكم للقرآن القرآن الكريم من أهم الموضوعات التي علينا أن نتمسك به في شهر رمضان القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي نتشرف بأن ننتمي إليه القرآن الكريم ومصدر التشريع الإسلامي لشريعتنا المقدسة هذا كله من جانب ومن جانب آخر هو مصدر مهم من مصادر تربية النفس وتهذيب النفس وبناء الشخصية للإنسان لو تأمننا الآيات التي تحدثت عن القرآن الكريم لرأينا كل ذلك وواحدة من تلك الآيات وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة هذه الآية أحبتي الآية التاسعة من سورة الإسراء من أهم الآيات التي تحتاج منها إلى تدبر وتفكر لنتعلم من القرآن الكريم سبل الهداية لنتعلم من القرآن الكريم أين يريد الله تعالى بنا تأملوا إن هذا القرآن ابتدأت هذه الآية المباركة بأحد أحرف التوكيد وهو إن فالله تعالى يريد أن يؤكد على هذا الأمر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذا جانب الذي يريد أن يخبرنا به الله عز وجل أن القرآن ماذا؟ هو كتاب هداية للتي هي أقوم وكما قال كثير من الفسرين للطريقة القويمة كل طريقة قويمة نجدها في القرآن الكريم كل طريقة في الشريعة الإسلامية التي توصلنا إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخر بصورة عامة نجدها في القرآن الكريم إذن في بداية هذا المقطع تؤكد الآية المباركة في لمحة قرآنية أن القرآن كتاب أن القرآن كتاب هداية للبشرية كلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذا جانب وأما المؤمنون في جانب آخر سيكون القرآن ماذا؟ كتاب هداية وبشارة حيث قال تعالى وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يعني هو هداية من جانب وبشارة من جانب آخر وهذه أستطيع أن نقول تحفة عظيمة من الله تعالى لعباده المؤمنين حيث قال تعالى يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ إلى هنا أريد أن أؤكد على مسألة مهمة جدا تأمل في الفعلين يهدي ويبشر كلاهما خبر وقد أتى بصيغة الفعل المضارع والفعل المضارع ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرار والتجدد يعني دائما القرآن هو ماذا؟ كتاب هداية وتتجدد هدايته ودائما هو ماذا؟ كتابه بشارة يعني مع وجود القرآن هناك هداية مع وجود القرآن والإيمان هناك ماذا؟ هناك بشارة ويبشر المؤمنين لكن هنا مسألة مهمة المؤمنين الذين يعملون الصالحات إذن هناك علاقة عزتي أحبتي بين الإيمان وبين العمل الصالح وهذا الإيمان والعمل الصالح له علاقة مع الهداية والبشارة والبشارة التي يعدها الله عز وجل لعباده ما هي أن لهم أجرا كبيرا تأمل أن استعمل توكيدا مرة أخرى وأجرا أتى بصيغة النكر يفيد التعظيم عظم ذلك الأجر وكبير على وزن فعيل تفيد الكثرة في الكبع يعني من صفة المشبه بالفعل والتي تفيد العظم في ذلك الأجر إذن القرآن الكريم ماذا أحبتي هذا وصفه هذا مقامه فكيف يجب علينا أن نحافظ عليه من جانب وكيف يجب أن نكون نحن من جانب آخر حتى تكون هذه العلاقة وثيقة بين القرآن وبين المؤمنين فمن أراد أن يصل إلى هذا المقام العظيم وهو مقام الهداية والبشارة فعليه أن يتمسك ماذا بكتاب الله عز وجل يتمسك بتعاليمه وليس بتلاوة حروفه فقط أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر